وقعت اليوم مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب وصندوق التنمية وتشغيل لتخصيص برامج تمولية وحوافز للمتطوعين لتنفيذ مشاريع انتاجية وتهتف الاتفاقية التي وقعها وزير الشباب الصناعة إلى تقديم التمويل الميسر للمتطوعين الذين نفذوا أكثر من مائة ساعة عمل تطوعي موفقة على المنصة الوطنية لتطوع ليتمكنوا من ترجمة أفكارهم لمشاريع انتاجية كما تهدف إلى توفير التمويل الميسر للمتطوعين من كلاة جنسين في المحافظات لمساعدتهم على إنشاء وتأسيس مشاريع خاصة بهم والمحافظة على ديمومتها بما يساعدهم على توفير مصدر الدخل لهم وتحسين مستوى معيشتهم نحن اليوم وخلال جائحة كورونا وجدنا أن شبابنا الأردني لديه هذه روح الفزعة ولديه روح المبادرة وكان عندنا زيادة في عدد المتطوعين فارتأت الحكومة وبقرار من مجلس الوزراء تشكيل اللجنة العليا للعمل التطوعي والتي أتشرف برئاستها هذه اللجنة خرجت بمجموعة من التوصيات كان إحداها توقيع اتفاقيات مع الصندوق التمويلية اليوم نحن وقعنا هذه الاتفاقية مع صندوق التنمية والتشغيل المبلغ الذي تم رصده من قبل صندوق التنمية والتشغيل هو مليون دينار وهذا الأول مرة شروطه جدا جدا ميسرة فقط أن يكون قضى مئة ساعة عمل تطوعية ونسبة الفائدة وضعناها نسبة متدنية غير عن النسب اللي اعتاد عليها صندوق التنمية اللي تصل إلى خمسة منها ثلاثة في المية فقط وستكون موزع على كافة محافظات المملكة